وصل بنا الحديث في نهاية حلقات المجموعة المتقدمة من حلقات هذا البرنامج إلى اليماني وتحديداً وصل الحديث إلى منهج اليماني وخصائصه ومواصفاته التي أشارت إليها وتحدثت عنها كلماتهم الشريفة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام في الحلقات الماضية لكنني أشير إلى آخر نقطة وصلت إليها كي يتواصل حديثي في هذه الحلقة من حيث انتهيت في الحلقة السابقة أعني الحلقة الحادية وثلاثي وها نحن في هذه الحلقة الثانية وثلاثي إذا ما سبرنا أغوار أحاديث العترة الطاهرة فيما يرتبط بشؤون عصر الغيبة المهدوية إننا لا نجد شخصية على طول زمان الغيبة الكبرى إنها الغيبة الثانية التي نحن من أبنائها ومن أهلها على طول زمان الغيبة الثانية التي شاع فيما بيننا أن نطلق عليها الغيبة الكبرى على طول زمان هذه الغيبة فإننا لا نجد شخصية ممدوحة ويبقى المدح ملازما لها إلى عصر الظهور الشريف مثل ما ورد بخصوص شخصية اليماني مر الكلام عن البلد الذي سيخرج منه اليماني عن مواصفات إجمالية لحركته مر الحديث في ذلك ومر الحديث في خصائص منهجه قطعا اليماني في أيامنا هذه ليس مشخصا ليس معروفا وإذا دعى مدعي أنه اليماني قطعا هو كذاب 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 إذا دعى فهو كذاب وإذا ادعى له أناس إن لم يكونوا كذابين فهم يتحدثون عن جهل وعن عدم معرفة وعدم دراية مثلما تقدم الكلام في الحلقات الماضية حينما حدثتكم عن اليماني اعتمدت في حديثي على أوضح الروايات إنني ما جئت بكل رواية وبكل حديث ربما يحتمل فيه أن يكون بخصوص اليماني جئتكم بالأحاديث الواضحة الصريحة التي لا تقبل إلا وجها واحدا في فهمها وجئت بها من كتبنا الأصلية القديمة وخرجت معكم بالنتائج الواضحة الصريحة ولا أريد أن أكرر ما تقدم من كلام فما وصلت إليه من أن المنهج المرضية عند صاحب الأمر في زماني الغيبة الكبرى هو هذا المنهج إنه منهج اليماني إذا أردنا أن نبحث في كل الحديث وفي كل الروايات فلن نجد غير هذه النتيجة ومن هنا فإنني أحاول أن أكون في موقف هو الأقرب بقدر ما أستطيع من هذا المنهج المرضي عند صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه وفي الحلقة السابقة كان الحديث عن خصائص ومواصفات المنهج الذي أطرحه عبر هذه الشاشة عبر شاشة قناة القمر إلى هنا وصل الكلام وانتهى الحديث في الحلقة الحادية والثلاثين من برنامج الخاتمة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر